طبعاً ما زال الأعلام مع الأسف ما زال الأعلام التونسي وكذلك الأعلام العربية خصوصاً نحت حدث الأعلام التونسي ما زال تابعاً إلى المنظومة القديمة ورغم أنه هناك خطوات جبارة انتقل فيها الأعلام التونسي وهناك بعض الأعلاميين وهناك كثير من الأعلاميين لا نقول بعض هناك كثير من الأعلاميين الشرفاء الذين ساندوا الأستاذ قيس سعيد ولكن حتى من الأعلام العمومي ما زال إلى حد الآن تهي من عليه اللي نقول شريحة تابعة للمنظومة القديمة وتحاول هو أن تخدم لصالح أجندة الدولة القديمة أو للسيستم لذلك جاءت هذه عملية الشيطنة ليست شيطنة يعني محاولة إرباك المشهد بشكل أو بآخر يدرك هذا الإعلام أنه الوضع الثورة الآن بس ليش هذا الكلام مش أيضا شيطن لنبيل القاروي يعني إلى أي مدى بالفعل نبيل القاروي كان مرشح الدولة العميقة أو سيستم أو الثورات المضادة هم لم يشيطنوا بالعكس هم الآن عندما ترى أنت الحوار الذي وقع مع نبيل القاروي هذه المريم القاضي كانت تتحدث معه على أنه سيد الرئيس وكانت تتحدث معه بل أن الأسئلة أصلا جهزته له وعطته حتى يسهل عليه هذا هناك عملية تشويه الأستاذ قيس سعيد جعلوه سلفيا جعلوه يعني رجل ربما غير طبيعي إلى غير ذلك ومحاولة قصف كبير جدا وهذا يدل على أن الأعلام التونسي أيضا يحتاج إلى عملية إصلاح حقيقية وربما من المبادرات التي وهو يحق لرئيس الجمهورية الآن أن يطرح مبادرة إصلاح الإعلام العمومي يعني الرئيس الدولة يطرح مبادرة معينة يقدمها للبرلمان والبرلمان سيدرس هذه المبادرة من أجل إصلاح الإعلام العمومي الذي أصبح يشكل الآن عبء على الواقع التونسي العلامة التونسي اليوم أصبح منخرط ضمن أجندة إقليمية والدولية تشتغل من أجل إرباك الوضع في تونس من أجل إدخال تونس في فوضى ولذلك نحن الآن عندنا جملة من الإصلاحات يجب أن تقع في تونس ترجمة نانسي قنقر